رحمن الرحيم أنا الملازم أول أمجد محمد الحميد بدوي من عشيرة الحديديين من مرتبات اللواء 13 دفاع جوي أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وهذه هي بطاقة العسكرية سبب انشقاقي هو عندما نزلت إلى البيت بتاريخ 28.05.2011 وقد وجدت مدينة الرستن مطوقة بأكثر من 300 دبابة وعربات بي ام بي وباصات من الأمن المدججة بالأسلحة والعتاد ورأيت خلالها كيف تم القصف مدينة الرستن بمدافع الدبابات والرشاشات لمدة ثلاثة أيام بدون تمييز وتهجير الأطفال والشيوخ والنساء إلى المزارع حيث تم خلالها قطع الماء والكهرباء والهواتف وتم قصف خزانات المياه والقتل العشوائي للمدنيين ولما رأيت من هذه الأحداث بعد دخول قوات الأمن والجيش ونهب المحلات والبيوت وتدميرها بالرصاص لم ألتحق لأنه كان قد توفي أبن عمي عبد الحميد الحميد في أول هجوم على مدينة الرستن على أيدي قوات الأمن والجيش وقد طلقته للتحقيق وكان نائب مدير الإدارة اللواء محمود عيروطة واللواء حسن إدريبي وقسم من المخابرات وسألني شو عم تنزل مشان تصلي الجمعة خميس وجمعة هذا هو الجيش العقائدي وقد أخذوا من بداية قيام المظاهرات النقيب بالسام تامر دردر والرقيب أول بدر خرمة لصالح مهمات الأمن وقوات الأمن لكي يضربون المتظاهرون ولما رأيناه في بلد الجسر الشغور ودرعة وتلبيسة ومعرة النعمان والإعلام الكاذب الذي يضلون به أفراد الجيش والنشرات الكاذبة وعن وجود عصابات مسلحة وأنا بدوري أنضم إلى لواء الضباط الإحرار وأهناشد الجيش العربي السوري الذي أقسم أن يحمي تيار والعرض ضباط وصف ضباط وأفراد بالانضمام إلى الشعب في المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية وعاشت سوريا حرة مستقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته